هذا وكان قد عقد فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعه عضو المجلس دكتور عبدالله العليمي بوزير والشيخ عثمان مجلي اجتماعا باللجنة الأمنية في محافظة تعز وذلك بحضور مستشار رئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركر محمود الصبيحي ووزير الداخلية هلواء إبراهيم حيدان ومحافظة المحافظة نبيل شمسان رئيس اللجنة واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس إلى إحاطة من محافظ تعز والقيادات العسكرية والأمنية حول الأوضاع في المحافظة والخطط المعتمدة لتطوير أداء أجهزة الأمن والدعم المطلوب لتعزيز دورها في حماية السكينة العامة وإنفاذ سيادة القانون وأنوها رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود أبناء القوات المسلحة والأمن في محافظة تعز وتضحياتهم الجسيمة في التصدي لهجمات الميليشيا الحوثية العميلة للنظام الإيراني وملاحقة وضبط خلاياها وعناصر التنظيمات الإرهابية المتخادمة معها حضر الاجتماع مدير مكتب الغائد الأعلى اللواء أردكم أحمد العقيدي